كان هناك مطالبات من الشعب بالتدخل المجلس الأعلى القوات المسلحة وأنه يجب أن يتعامل مع المتظاهرين بعنف وأن هذا ما يحدث من طيبة المجلس في التعامل مع المتظاهرين وبالتالي كانت مكالمات التليفونية في الإعلام أنه لا تمر بتاع غامرة نعم تمر بتاع غامرة لا هناك أشخاص أخرى وفي الستة التي كانت تتعامل في مجلة في التليفزيون والإعلام الروسي كانوا يتحدثون عنها الصبح وقد أدعت أن قنوات الفضائية تحاول تعمل مشاكل وتثير البلبلة فأنت أسأل لك ما رأيك في الصوت الذي يقول وهذا رأيه ناس في حقيقة ليس بالضرورة تبقى رأيها مبدان التحرير ولكن هذا حسن بعدم الأمان وعدم الاستقرار وأكل عشاء واقف دعنا نعترف أن هذا الصوت موجود طبعاً موجوده وليس أولاً من أراد تشويه ما حدث خلال الفترة اللي فاتت ومن لم يكن أميناً على المطالب للعين الحقيقة هناك سؤال دائماً أسأله في كل مناقش حول هذا هناك مطالب كبيرة وليس صعبة ولكن هناك مطالب بسيطة كان ممكن أن تتحقق من المسؤول عن عدم إقرار حق أخصر الأجور؟ هذا سؤال يعني الميزانية لا، هذا يوفر فلوس للميزانية ما المسؤول عن وجود مئات الآلاف يحصلون على مئات الآلاف وفي ظل الإدعاء بأن الميزانية غير محددة المسؤول عن ذلك هك عارف لي فيه حاجات كتب تهدي الناس على النقطة تحديداً يعني زي أعمل حد أقصى بس لا مش حد قدنا طيب الحد الأقصى ده يريحنا ودي وعود لأن فكرة الإحساس بأن هناك متميز شديد وأنه عاي ولا يتم المساز به ومصالحه هي حفاظ على الفساد وعلى منظومة قائمة السؤال الثاني، من المسؤول عن عدم إدراج موازنة السناديق الخاصة في موازنة الدولة لتكون الدولة رقيباً على الأموال التي تدهلها اللي هي حوالي 100 مليار جنيه في ظل الإدعاء بأن الميزانية لا تحتمل ومن المسؤول عن التشويه ما حدث في الشارع؟ ده هو على طول اللي عمل الاتجاه الثاني اللي في الشارع ده رقم واحد رقم اثنين، هذا الاتجاه الحكومات لا تنصع لمن يهدم مؤسسات أو حقوق المواطنين يعني لو نصعنا يبقى لابد أن ننصع لمن يريد فرض النقاب على كل الناس لابد أن ننصع لمن يريد أن ينزح حريات من فئات أخرى هنت ملتزم بحدود دستورية للحكومات عليها أن تنفزها فحتى الصوت ده فليكن موجوداً وهو صوت لا يتحرك أصلاً من الأساسي الأخطر بقى هنا أن يكون هذا الصوت هو سائد فقط في وسائل الإعنام وأنا أعتقد هنا نرجع تاني في موضوع تامل بتاعنا لأن الصورة كمان اللي بكيت بتوجه هي صورة عربية الأمن المركزي التي تم حاطقة للناس لا أكثر من ذلك، وجابوش الناس وما بتضرب خرطوش وجابوش كامل خيار المساريات الدموعة، وجابوش حجب الإصابات الخبيرة وجابوش المصابين ووزارة الصحة وحتى السعر الثالثة أو الرابعة بتقول إن فيه 12 مصاب لأن الإسعاف متحركتش عشان تشين المصابين وبالفجأة العدد ارتفع لربعمائة وشوية وبعد كده وصلنا لسبعمائة وخمسين مصاب وكأن يعني هبط طيرون أبابيل رمت الناس الموجودين في الميدان فالمسؤول هو طريقة المعالجة الإعلامية هي سيطرة هي عودة الدولة للسيطرة على الإعلام بنفس الحكومة، ليس الدولة أنا أريد إعلام للدولة وإعلام للمواطنين إعلام للمواطنين هو إعلام يتحرر من سيطرة حكومات ما يبقاش فيه وزير يديره يبقى فيه مؤسسة تعبر على كل المواطنين تديره وعندنا تجارب كثيرة في الوقت ده هيعكس الناس أنا أعتقد أن بعض المرسي الكتار الأخبار المبارح رفضوا أن يقول لأنه خوفاً من الاعتداء عليهم من الصورة المشوهة اللي بيتم نقلها يعني إنقل جميع الأطراف أنا مش ضد إنقل الأطراف ده بس هناك أطراف أخرى لم يتم التعبير عنها بشكل أساسي وهناك شحن ومطالبات غريبة ومؤنشد المواطنين علينا قطع رقاب من الموجودين في التحرير وأن المجلس علي ده كلام نفس الحوارات التي تتحصل اليوم 25 و28 المسألة فكرة أن المجلس العسكري ممارس يعني علي أن يشتد تجربة مزبيره ستتظل قائمة يعني بقول للناس بيقولوا كده بصوا على مزبيره لأنه عندما قرر أن يفرد الدراع على المواطنين ستش الـ 28 طب ودعي خليني عشان وقتنا بيخلص طيب الأزمة حصلت والاعتصام قائم والمصابين حصلوا وعمال بيزيدوا كل شوية بنقر على الحاجات وبنسمع تليفونات إن فيها عمليات كروا وفروا في مدانة التحرير لغاية من كم ساعة يعني لغاية من كم ساعة لغاية من كم ساعة لغاية من كم ساعة يعني يعني مفروض إيه الحل إيه الإجراءات علشان بقى بنقول ما أحدش بيقول أنت بتعرضوا مشكلة بتعرضوش حلول إيه الحل للأزمة اللي إحنا فيها اللي ممكن تهدي الناس الحلول تحقيق واضح فيما حدث ومحاسبة كل الأطراف المسؤولة عندها ده رقم واحد والتحقيق ده وتحقيق في كل ما حدث سابقا والبحث عن من يسبب هذا الانفلات بهذه الطريقة مش اللي بيطلبوا بالمطالب اللي هو تاريخ الانفلات الأمني والبلطاجية واللي بيفرضوا واللي بيختفوا عربيات واللي بيختفوا بالأدمين دلوقتي فده تحقيق واضح ده رقم واحد رقم اثنين مطالبات واضحها منذ البداية يعني استجب لحد الأدنى المطالبات كيف لمصاب الثورة حتى الآن أن يتم إهمالون بهذه الطريقة مع أننا عملنا ميت جمعية وميت ما عرفش إلي رعاية مصاب الثورة ومش ندور رعاية الثورة ده برئاسة الدكتور عشام شرف كمانسا والناس عادين في الشارع ومتعملش حاجة رقم ثلاثة أن يوجد لدينا حكومة حقيقية تعبر عن الناس مش حكومة منفزة وتمضي وتوقع أو مش موجودة أصلا احنا نبحث عن حكومة يعني مسألة لم يعد لدينا حكومة رقم اربع العودة للمطالب الشارع جدوى الزمني واضح لتسليم السلطة أنا دلوقتي الناس قالوا لي بعد ست شهور هنسلم السلطة دلوقتي عشرة مرة منهم عشرة مرة من ست شهور عشرة رقم اتنين قالوا لي أنهم لن تتجاوز 2012 بدون أن يكون هناك انتخابات رئاسة دلوقتي 2011 دلوقتي بنقول على آخر 2012 وكأن هناك من لا يريد الاستجابة وكأن هناك من يريد إعادة النظام القديم رقم ثلاثة هناك واضح هناك تعامل عنيف مع كل من يطارب بالحقوق وهصل إلى محاكمات عسكرية الغريب أن يكون أن يحاكم مبارك مدنياً رغم ردبات العسكرية في تهمة قتل المتظاهرين وأن يوضع على عفتاح و 12 ألف مواطن مدني آخرين ويحاكموا بمحاكمات عسكرية منهم فعالين بلتاجي وعمل سرقاته ولكن من الحاكم مدنياً هذه الفكرة نحن لا ندفع لأن الناس فهم نفرج عن 12 ألف لا يحاكموا يحاكموا أمام القديم الطبيعي لأن الحقيقة أن إجراءات المحاكمات العسكرية إجراءات لا توفر العدالة هي خلقت لكي الفئة بعينها وللتطبق على فئة بعينها أنا عندنا نموذج بيعاد محاكمته دلوقتي للرجل تم اختطافه وتوجيه اتهمله بأنه أحمد محمد وهو حسن حسنين أصلاً؟ وتم الحكم عليه بسنتين وبعد كده تم نقض القضية بعد إجراءات طويلة جداً وبعد ضغوط وبعد فعادت القضية للنظرات من جديد ومع أن الورقة من البداية والبطاقة متقدمة وحسن حسنين هناك حكايات كثيرة داخل محاكمات العسكرية وعن كيف تحولت في لحظة لأداة الشرطة لإرهاب المواطنين فالحقيقة عليك أن تعيد الأمور لنصابها عليك أن تضع جدول واضح لتسليم السلطة لمدنيين على الجيش أن يعود لسكناته وأن يتعامل مع الملفات التي يفهم فيها لأن الحقيقة كله أداء قاصر منها قلنا خطوات واضحة لبناء دولة هي من البداية بالدستور والآن في محاولة لترقيع أخطاء كبيرة بيتكلم على فكرة وصيقة دستورية وصيقة مبادئة دستورية والناس بتنزله في الشارع اتقال من البداية حد أقصى وحد أدنى الأجور وكل شهر يوعدك أن هناك حد أقصى جاي اتقال تطهير بعض المؤسسات للدولة اتقال تطهير مؤسسات وحرص على إبقاء المؤسسات اتقال حرية إعلام فارتدت المسألة لسيطرة أكثر على الإعلام فالحقيقة هناك من يحافظ على نظام قديم ومن يحمي رموزه ومن لا يحاكمهم بشكل واضح وسريع حتى بعض الوزراء الموجودين في الحكومة مثل الدكتور جدعب خالق قال إن أنا عندي علامات في جلساته مع طلابه قال إن هناك علامات استفهام كثيرة حول المحاكمات الرموز وتعطيل المحاكمات الرموز النظام السابق الحقيقة طبعا ده مقبول من مواطن بس مش مقبول من وزير في حكومة هو مسؤول عنده وعلي أن يؤلم مسؤولياته بشكل واضح يعني تفتكر مش عارف أقول كل حاجاتي أكيد مش هتحل إذا كنتم عميش في عشر شهور أتعمل في يومين هل إحنا في عتصام ما فطول؟ لو لدينا لا عتصام أعتقد أنها لن يطول حسب قرار الناس الموجودين وحسب تنظيمهم لأنفسهم وحسب هم عندهم مطالب واضح وأعتقد أن الاستجابة للمطالب بدايتها التحقيق فيما حدث مبارح وإقالة المسؤولين وإقالة المسؤولين أيضا عن إطلاق الخركوش ومرة أخرى عن المواطنين وقتل اثنين وإصابة 750 منهم ثلاثة ضاعينهم يعني أعطاء جدوى الواضح لتسليم السلطة لمدنيين ومش آخر 2012 لأنه فجأة بقى نصف 2013 الحقيقة أنا لا أصدق الحقيقة أن هناك كثير من الأكاذيب الكبرى التي تم ترويجها عن تمويل ستة إبريل وليجاند قصر حقائق جلتة تقول أننا لم أخدوش تمويل فعلينا أنه حاسب من خرج ليقول ذلك وما نفتعل أزمة كبيرة أدت لمقتل مواطن آخر في العباسية يعني الحقيقة أن هناك إدارة غير عاقلة أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جديدة البديل الإلكترونية شكرا جزيلا على وجود حيك معنا وإحنا علام رسمي إحنا علام الحكومة إحنا علام الدولة على فكرة يعني أنا سعيدة أنا حياتك موجود معنا خلصت الحلقة النهاردة وخلصت بأهم فقرة أن نرى ما يحدث في مصر في مدان التحرير ختاما أريد أن أكد مرة أخرى إحنا قناة من قنوات التلفزيون الرسمي المصري فخورين بالإحنا بنعمله وإحنا تلفزيون الدولة إحنا تلفزيون الشعب إحنا تلفزيون الناس فأنا أحب أ أكد على المعلومات دي أحب أيضًا أكد على كل الأناس التي تتفرج على كل التلفزيونات اتأكدوا المعلومات وتحروا الدقة وأرجوكوا كفاية تغيبنا يعني احنا كلنا سهل لتغيبنا لان احنا شعب عاطفي برضو واش سهل لان احنا كلمتين تودين وكلمتين تجيبنا فبتمنى بس ان احنا نتحرد دقة يبقى في اعمال للعقل بشكل حقيقي نفهم كده ايه اللي بيحصل حوالينا قبل ما ناخد اي قرات وقبل ما نبتدي نرمي اي تهم لاي حد واكيد يبقى نهارنا سعيد يا نهاردة يا بكرة جاي طبعا لازم السلام عليكم